تكفلت بهم وحملت همهم وتنقلت بهم من مكان إلى مكان سبب الظروف التي عصفت بالمحافظة خديجة امرأة من سام الرأى وعلى الرغم من فقرها غنية بقلبها الكبير الذي أصبح دار ايتام لذوي الاحتياجات الخاصة منذ عام 2014 وقت وقوع تكريت بأسر عصابات داعش ولحد اليوم البنات عندي منهن صغار عندي موجودات لما كبران صار النسوان البنات لدينا معاقات واحتياجات خاصة والكبر كبران هنا وكل أهلهم كبر وياهم وناشد الخيرين وناشد أهل الغيرة وناشد رئيس الوزراء وما عنده كل أحد غير الله وهم ورحم الله على رئيس الوزراء وريد إليهم سكنة رئيس دار إليهم ألمهم به ورحم الله وعديه وبرك الله بجازاء الله خير الذين يعرفون هذه الإنسانة الطيبة عدوها مجاهدة بعملها الذي عجزت عنه الأمهات والرحيمات داعين الحكومة وميسوري الحال يعانتها والالتفات إليها حقيقة نفتخر بيها ونشد عليها ونقول هاي من النساء الفاضلات من النساء المربيات الحقيقيات اليوم نشاهد أغلب النساء يعني ومعظم من النساء يعني ما لها واهي بالعامية نقول أو ما لها خلق تربي ابنها اللي هو من صلوبها اللي هو ضناها وهذه المرأة حقيقة مرأة مكافحة احتوتها هؤلاء الأطفال وربتهم واعتنت بيهم هذه المرأة أنا اعتبرها مجاهدة وكل جهدها حتى فراش قليل عندهم يعني نحن نساعدهم بس نطلب من الجهات المسؤولة نطلب من الميسوري الحال أن يتجهون إلى هذه المرأة وهي تسكن في منطقة الخضراء في عمارة سكنية شقة صغيرة هذا ما طلبنا لكم مثال حي للرحمة والإنسانية الحق جسدتها هذه السيدة الفاضلة برعايتها لسبع بنات من ذوي الاحتياجات الخاصة لتكون لهم الأمة والأب والطبيب والمسكن والوطن من صلح الدين فراس الحسني أتسغير